مساء الخير النداءات الربانية في الكرآن مختلفة في نداءات للناس وفي نداءات للرسول عليه الصلاة والسلام وفي نداءات للمؤمنين وهم حوالي 89 نداء وبرغم أن الزين في أوامر كتير لكن لما يختص الأوامر زي بنداء قبلهم فأكيد لحكمة والأهمية خاصة في التكلفات زي سيدنا ابن مسعود بيقول إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين أمانوا فأرعيها سمعك فإنه خير تؤمر به أو شر ينهى عنه وده اللي بنحاول نعمله في الملف ده نقف عندي نداءات ربنا للمؤمنين ونعرف إيه الحكمة والمطلوب فيه النداء اللي هنتكلم عليه النهاردة بيقول يا أيها الذين أمانوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا قولا سديدا يعني قول فيه حق فيه صدق قول موزون والموضوع ده محتاجين نعرف أبعاده بقوة لأن حياتنا متحكم فيها بنسبة عظيمة القول الكلام اللي بيطلع مننا فيه حكمة بتقول لا تخسر قيمتك بكلمة ولا تفقد احترامك بزلة ممكن كلمة تستبسطها وتستهون بيها كلمة مش في وقتها ولا مكانها أو كلمة مفروض تقولها وما قلتهاش مجرد كلمات لكنها تقلل من إمتك ومن رونقك ومكانتك تفقدك احترامك لنفسك واحترام الآخرين ليك وإنت ما تبقاش مدري كل ده الكلمات اللي بتطلع منك بتصنفك أكيد التقييم بشكل عامش بنختزله في مجرد كلمة الإنسان هو رصية كلماته ومواقفه هم دول اللي بيشكلوا مبادئه وقيمه وحقيقته وبرغم إن ده بيكون تراكمي مش كلمة واحدة ولا موقف واحد هتقيم به الشخص لكن فيه كلمة في موقف كان تأثيرها هيفصل بين حق وباطل والكلمة وقتها خزلت الحق فساعتها الكلمة دي حسمت موقفك وشكلت تقييمك عند الآخرين وقدام نفسك فوقتها كل واحد بيتحمل عواقب كلمته هو ليه في حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت يعني إنك تقول خير أو تسكت ده مدلول من مدلولات الإيمان ليه للدرجة دي الموضوع وصل لكده لأن الكلمة ميزان وميزان حساس جدا هي اللي بتشكل القناعات والمواقف هي اللي بتفصل الحق من الباطل الصدق من النفاق الكلمة بتظهر الحقيق فلو الكلمة مش موزونة صاحب مرجعية سليمة مركزيتها اللا فالصمت أو لا سيدة مريم عليها السلام في عز ابتلاءها واللي هتواجه من الناس وفي وقت المفروض تدافع فيها عن نفسها واتبرر موقفها ربنا أمرها بالصمت فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسية ليه ربنا أمرها بالصمت مش من باب أولا تدافع عن نفسها لأن وقتها كلمتها اللي هتقولها مع البشر مش هتكون مؤسرة بالعقل البشري محدش هيستوعب إن ابنها سيدنا عيسى عليه السلام وجوده جي معجزة من ربنا فطالما الكلمة مش هتأذي الأثر المطلوب منها حتى لو دفاع عن النفس فساعتها الصمت عن الكلام هو الأولى إحنا بنتكلم كتير قوي من غير حساب بنتكلم في كل حاجة وأي حاجة بنشارك وبنقول قراءنا في اللي نعرفه واللي ما نعرفهوش فمش بنبقى دايما حارسين إن يكون القول سديد متحريين في الحق وعدم اتباع الهوى مش دايما بنعرف نفصل لما بيكون الموضوع مش على هوانا وبتبقى ميولنا في الرأي والحكم بتبعت كتير عن القول السديد ربنا أيلنا في آية أمر ولا يجرم أنكم شنقان قوم على ألا تعدلوا يعني ما يبقى شكرهك لحد أو ديئك منه سبب إنك ما تعدلش ولا سبب إنك ما تقولش كلمة الحق بعيدا عن أي ميول علشان كده كل خيرا أو لتصمت الصمت ينجيك أهوى كتير من إنك تورط نفسك بالكلمات شمدرك أبعادها إيه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد معنى مش سهل إدراكه يخلينا نحسبها صحة قوي قبل أي كلمة ولما ربنا في القرآن يتكلم في آية طويلة عن الكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة فالموضوع ما ينفعش نستبسطه وما نبقاش مستوعبين الفرق وبنقول كلامه خلاص سواء طيب أو خبيث ولما ربنا أمرنا في آية قال لنا وأقيموا الصلاة ويكون الأمر اللي قبلها على طول وأقولوا للناس حسنا فلازم وقفة نحاول نعدل فيها ميزان قدر القول والكلمة في حياتنا ونفعل الصمت في وقته المناسب من غير سلبية ولا تغازل كل ده علشان نعرف نميزه مش هيتحقق غير بتفعيل الطقوة تقول لها وكونوا قولا سديدا والطقوة زي ما بنقول دايما يعني بنقل نفسنا بقوانين الله ودي محتاجة معارفة مستمرة بالقوانين ووصل مستمرة بالله فتتكون البصيرة اللي بيها نستوعب القول السديد هنتكلم عن النداء ومعني مع ضيفنا الشيخ محمد الصباغ من علماء الأزهر الشريف بعد الفاصل موسيقى